اشتركوا في القناة اليوم رح يكون في خلوم مسار يعني رح ينتقل من الميزان للعقرب وهو الآن في منزلة الزبانية في برج الميزان وهي للفساد والقطع والمشاكل ورح يمكث في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 54 دقيقة من صباح اليوم الأربعة لا ينتقل بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة الربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا القمر بما انه موجود في برج الميزان فبالظل تأثيرات لغاية ساعة الظهر علينا من برج الميزان بالظل هاي الفترة أفضل عاطفيا لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر بنكون اجتماعيين أكثر من ميلة الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة اللي تأثيراتها قائمة طبعا بدأ من خلال يوم أمس بداية تأثير لزاويتين واحدة بين المريخ وبين المشتري ما رح نذكرها الآن والثانية بين زحل وبين أورانوس واثنتين ترفيع عشان هيك صار فيه نوع من أنواع الاضطراب بالمناخ وعشان هيك برضو الأشخاص المقيمين في تركيا أصدقان أو أحبابنا متابعينا ياريت تطمنون عنكم وعن الأوضاع عندكم يعني كان من المفروض الحلقة الماضية أنا أحذر ولكن لا حول ولا مش بإيدي يعني إرادة الله في الموضوع تطمنون عليكم بس وعلى الأمور عندكم كيف بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تقوم أو اللي هي قائمة أساسا هي زوايا أول وحدة تزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهاي بتعزز قدراتنا على تحليل الأمور طبعا لآخر يوم تأثير هاي الزاوية الزاوية التي تليها برضو زاوية تزديس بين عطارد وبين زحل وهاي بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور برضو زاوية إيجابية اليوم آخر يوم لإلها الزاوية اللي رح تظل بكرة تأثيراتها هي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين نبتون وهي بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد قوة الحدث عنه أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديث إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهي تأثيراتها بتظل غاية يوم 4-12 بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديث إيجابية بين الشمس وبين زحل وهي برضو لأربعة 12 بالظل مستمرة بتتحسن قدراتنا على تنظيم شؤوننا وبرضو تعطينا قدرة على تحمل المسئولية أما بالنسبة للزاوية اللي رح تستمر لغاية يوم 5-12 هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهذا عند هذا الاتصال بتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية كان صعب علينا أو تعذر علينا فهمها في الفترات الماضية وبتزداد توجه عنا لإجراء اتصالات وتنقلات وسفريات ضرورية أو أمور إلها علاقة برضو بالفكر أما بالنسبة لآخر زاوية بطيئة وهي تاثيرات على يوم 19-12 هي زاوية منفصل للتزديس الإيجابية بين الزهرة وبين المريخ هاي بتخلي فيه هيك نوع من أنواع الجو العام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم هي فيه زاويتين وفيه خلوم مصر الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وبما أنها في ساعة الصباح معنات وطول اليوم بظل إلها تأثيرات هاي الساعة 3.42 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتتشكل ذروتها بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي ما قبل خلو المسار مباشرة هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون الساعة 4.19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 4.19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة 11.55 دقيقة بعد الظهر هذا بيعني إنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثميل بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار وبرضو لا تصلح لإجراء العمليات الجراحية بعد هاي الزاوية مباشرة بصير اللي هي الزاوية أو بصير الانتقال للعقرب يعني القمر بصير في العقرب الساعة 11.55 دقيقة بعد الظهر وفي هاي اللحظة بصير التأثير علينا كلنا إنه في هاي الفترة منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بالانتقاد ومنشعر بالغيرة منشعر بحدة الأجواء وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا جيدا لأنه ممكن في هاي اللحظة ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا بالفترة هاي شراء بوليس التأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت بالنسبة للأعضاء الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر أو لغاية ساعات الظهر الكلا والحالب والمثانا والأوردة الجلد والجلد الإنسان البنكرياس والأنسولين أسفل الظهر الزائد الدودية هذولا النقاط اللي ميقول للناس ديروا بالكوا عليهم لغاية ساعات الظهر وبرضو ما في داعي لعمليات جراحية وخصوصا فترة خلو المسار ولهاي الأعضاء تحديدا من ساعات الظهر بتصير الأعضاء اللي بدها الاهتمام أكثر برضو اللي هي الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايض البروستاتا عظم العانا والجينات هذولا بصيروا ما بعد الظهر هم الأكثر حساسية فعشان هيكي لازم نوفر لهم العناية الإضافية وبرضو ما مننصح لأي عمليات جراحية لهاي الأعضاء خلال الأيام القادمة طالما القمر موجود في برج العقرب طبعا اليوم ما قبل خلو المسار وما بعد خلو المسار يوصى بإجراء عمليات جراحية أما بالنسبة لعمليات التجميل ما بعد خلو المسار اللي هو انتقال القمر للعقرب منقول يصلح لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن غير مناسب لإزالة الشعر الزائد أو لا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اليوم مناسب مع الأخذ بعين الاعتبار اللي هو البندول أو البرستيمول كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج العقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة يوم ثلاثة اتناعش بيبدأ فيه تمام الساعة خمسة واثنين وعشرين دقيقة صباحا وبتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة اتناعش واثنعشر دقيقة بعد الظهر لا ينتقل القمر لبرج القوس طبعا من يوم أمس أنا كاتب خلو المسار للشهر كامل موجود هايو بصندوق الوصف مع الأيام الإيجابية والأيام الأكثر سلبية لكل الأبراج برضو مكتوبة في صندوق الوصف أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال ستة وعشرين يوم فيه تمام الساعة اتناعش وثلاثة واربعين دقيقة بعد منتصف الليل بصير سبعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير تقريبا بحدود الخمسة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم طبعا الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناعش سعيدة الآن هي بنسبة سبعين في المية ولكن في ساعات الصباح يعني شوية بتنزل نسبة السعودة إلى خمسة واربعين في المية القمر في الميزان وبدو ينتقل للعقرب رح ينكث في العقرب لغاية يوم ثلاثة اتناعش طبعا فيه تقلبات اليوم رح يصير فيه في القمر هو سعيد الآن بنسبة خمسة عشر في المية فيه ساعات ما قبل الظهر يعني قبل خلو المسار بارتفع يعني ثلاث ساعات ما فيه ساعات الظهر بارتفع قبل الانتقال لخمسة واربعين في المية بعدين فجأة بنزل منتحس بنسبة خمسة عشر في المية ما بعد الظهر يعني عطارد في القوس حتى يوم ثلاثة اتناعش سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناعش سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في العقرب حتى يوم ثلاثة اتناعش منتحس بنسبة خمسة عشر في المية ولكن فيه ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الدلو حتى يوم تسع وعشرين اتناعش سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نبت في الحوت بيتراجح حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة عشر في المية البلوتوف الجدي حتى يوم تسع وعشرين اربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم رح يتركز الاهتمام من الان لغاية ساعات الظهر حول تدعيم شراكاتكم ما زال القمر موجود مقابلكم تماما فعشان هيك بدكوا تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الاخر تضبطوا عصابكم طاقتكم ما زالت ضعيفة فعشان هيك ما في داعي للمغامرات والمجازفات خلال هذا اليوم وبرضو بدها انتباه شوي للامور الصحية طولة اليوم من ساعات الظهر تنهمكم في عادة تنظيم اموركم المالية اهم اشي زي ما حكينا ما تهملوا الامور الصحية صحيح ان الاجواء رح تصبح اكثر ايجابية من الايام الماضية لانه تحرك القمر من المقابل تماما صار في البيت الثامن فلا رح تلاحظوا ان اليوم من ساعات ما بعد الظهر بتصير الاجواء تتجاوب معاكم اكثر فممكن تلاقي اعمالك صدى طيب اهم اشي انك ما تتكاسل بامورك حاول انك تسارع للعمل دون مماطلة ودون اعذار برج الثور طبعا القمر زي ما حكينا هو في مراحل المقابلة يعني هو في البيت السادس السابع الثامن هاي ما رح للمقابلة فعشان هيك من خلال يومين الماضيات حسيتوا انه في نوع من انواع الضغط صار عليكم اكثر يا موليد برج الثور فعشان هيك شفتوا انه العمل تراكم الصحة شوية ضعضعات الطاقة نزلت عندكم فاليوم من الان لغاية ساعات الظهر بس انه واصلوا الاعمال اللي بدأتوا فيها من قبل حاولوا انكم ما تبدروا العمل جديد وحاولوا انكم ما تهملوا صحتكم طول اليوم طبعا حتى من ساعات ما بعض الظهر لانه القمر رح يصير مقابلكم تماما في برج العقرب فطاقتكم رح تنزل شوي صحيح انه الاجواء ممكن تتحسن درجة انه بترغبوا في تعزيز شركاتكم علاقاتكم مع الشركاء شركاء العاطفي شركاء المال ولكن ممكن تتعقد الامور وتطرأ بعض البلبلة اهم اشي انك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاولوا انكم تحاذروا القطيع والدعاوى القانونية بهاي الفترة لانه بالفترة هاي خصمك بكون قوي والعراقيل اكيد رح تستفزك برج الجوزاء بوسعكم قضاء وقت ممتع مع حبائكم من الان لغاية ساعات الظاهرة طبعا الاجواء جيدة ما زالت الاجواء حلوة ولكن حاولوا انكم ما تفرضوا سلطتكم او سيطرتكم على احبائكم خلال هذا اليوم او تتحكموا في قراراتهم او حتى بافكارهم الاجواء جيدة ودعم للكم لغاية ساعات ما قبل الظهر من ساعات ما بعد الظهر القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل ويلو علاقة بالصحة فعشان هيك منقولكم انه بتكوا تنتبهوا لانه رح يبدأ العمل بالتراكم عندكم بتكوا تنتبهوا لعملكم وتنتبهوا لصحتكم الواجبات ممكن تتزامن يصير عندك اكثر من عمل في نفس الوقت ما تقدر تنجز واحد منهم رح تصعب عليك بعض الامور وتضطر للعمل وقت اضافي اهم اشي انك تحاذر من المشاكل الصحية وتنتبه ما في داعي برضو للمشاكل ما بينك وبين زملائك في العمل برج السرطان طبعا القمر موجود الان في البيت الرابع ولكن بدو ينتقل بيت الحظ اللي هو البيت الخامس من ساعات ما بعد الظاهرة فمن الان لغاية ساعات الظاهرة بتكونوا تتجنبوا ادخال اي تغيير على مسكنكم او شراء قطعة اثاث للبيت او اي شد عصبي او جدال او حوار حاد ما بينك وبين افراد العائلة بتكونوا تنتبهولو لغاية ساعات الظاهرة من ساعات ما بعد الظاهرة بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات اليوم اهم اي شي انك تلطف الاجواء وتحاول انك ترجع العلاقات لطبيعتها اليوم بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل المسائل كانت عالقة او كانت مستحيلة الفترة ايجابية ودعملة للك بقوة اهم اي شي انك انت تستغلها وبرضو بدك تنتبه ما تحاول انك تفرض رأيك على احبائك برج الاسد اللي بيتقدم لامتحان بده يستعد بشكل جيد واهم اي شي فترة خلو المسار انتبهوا اثناء تنقلاتكم على الشوارع المفتوحة او اثناء حركتكم من بعض الاصابات اهم اي شي برضو اذا كان عندك حوار او مقابلة او نقاش في فترة خلو المسار حاول انك تكون مستحيلة ما قبلها الاجواء ممتازة من ساعات الظهر الاجواء بتصير الها علاقة بالبيت فبتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة برج العذراء برج العذراء برج العذراء اهم اهم يجب أن يكون اليوم هذا التحذير لازم احذركم منه من الان لساعات الظهر بدكوا تحذروا من اي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة او مغامرات مالية انتبهوا على اموالكم من السرقة والضياع ما في داعي للمجازفات خلال هذا اليوم من ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات بيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ اوجر اليوم رح تكثر عندكم النشاطات حسب حق الاختصاصكم من ساعات الظهر الاجواء رح تكون كلها على الاتصالات والحركة والحوارات بتكون عندك كثير من اللقاءات باستطاعتك اليوم الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك اهم اشي انك ما تتردد بالتحرك انت رح تبدأ مرحلة يعني ايجابية ودعملة اليك فحاول انك برضو تستغلها برج الميزان بالظل ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط طاقتكم عالية اليوم وعندكم حتى كثير من الاهتمامات حابين تنجزوها مع هيك حاولوا انكم ما تبادروا لاي عمل جديد بل وصلوا عملكم الاعتيادية طبعا من ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا ضبط ميزانيتكم بصير لها علاقة بالاهتمامات المالية فيه منكم رح يحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي اما ديون لاي له بستحقها او اموال لاي له تسترد او ممكن يحصل على مكاسب او هدايا اهم اشي انكم ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب او لحبيب حاولوا انكم ما تبالغوا بمصاريفكم بدك تكون معتدل موضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية او امور استشفائية خلال هذا اليوم برج العقرب بيظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثالي على التوالي من الان لغاية ساعات الظهر لان القمر لسا ما انتقل عندكم فعشان هيك من الان لساعات الظهر بتكون تنجزوا فقط المطلوب منكم العمل الضروري الاعمال المتراكمة حاولوا انكم برضو تنتبهوا لصحتكم حاولوا تاخدوا راحة من وقت لاخر بدون اثارة المشاكل بيطرق تغيير للافضل على صحتكم وعلى نفسيتكم كل ما اقتربنا لساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتستعيدوا حماستكم وبتنهمكم بادخال تعديلات او تغييرات على روتينكم او على مظهركم بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب كل المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس بيظل النشاط مسيطر عليكم بين الاصدقاء من الان لساعات الظهرة اهم شي وممكن اليوم يكون في دعوة او يتوجه لك دعوة من الان للظهرة او يعني تكون سعيد بلقاء اصدقائك ولكن حاول انك ما تعتمد كثير على وعد ممكن يقطع لكم احدهم احد اصدقائكم وحاولوا برضو انكم ما تتحكموا فيهم في فترة ساعات الظهر بدكوا تنتبهوا اكثر لصحتكم لان القمر رح ينتقل للعقرب يعني بيت متاعبكم فحاولوا انكم في هاي الفترة انكم ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد لانها فترة فارغة من الحظ حاولوا انكم تحللوا الامور بهدوء وابتعدوا عن الاضواء وحاولوا انكم ما تقرروا على شيء عشان ما تخيب امالكم حاذروا من البلبلة والالتباسات يعني بمعنى اخر بدكوا تصبروا لا غاية وصول القمر لعندكم يوم برج الجديد طبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة من الان لغاية ساعات الظهر فعشان هيك بدكوا تواصلوا اعمالكم لاعتيادية حاولوا انكم ما تبادروا لعمل جديد خلوا علاقاتكم بالمسؤولين جيدة ما تدخلوا بنقاشات وحوارات حد ما في داعي لتشويه السمعة بمغامرة او مجازفة او تهور من ساعات الظهر الاجواء بتتغير بتصير لكم ايجابية فممكن تلتقوا الاصدقاء فيها يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة او مناسبة اهم اشي انكم تبادروا لملاقات الاخرين في منتصف الطريق يعني بمعنى اخر بتكت تتحركوا اليوم على اي اشي اجتماعي او في علاقات اجتماعية بيطمئن بالكم لانه اليوم ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم اهم اشي انكم ما تستسلموا بل كرروا المحاولة مش من اول عقبة تقول خلص معنات اليوم فيش في حضود لا حاول كرر المحاولة ابتمشي معك الامور برج الدلو طبعا بما انه القمر موجود في البيت التاسع من الان لساعات الظاهرة معناته الاجواء ما زالت جيدة ولكن تنتبه في فترة خلو المسار الي من الصباح للظاهرة ولكن من الان الاجواء جيدة وممتازة بالاتصالات والحوارات وعلاقتك مع الاجانب او الامور الي لها علاقة بالسفر او حتى المناقشات والحوارات والامتحانات في فترة خلو المسار منقول لك انه حاول انك تنتبه لامتحاناتك يعني بدك تدرس وتستعد بشكل جيد الي بيتقدم لامتحانة او مقابلة بده يركز بشكل جيد من ساعات الظاهرة بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تقضع لعدة تجارب مهمة اهم ايش انك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول انك تقوم بواجباتك على احسن ما يمكنك وقدم افضل المستطاع الفترة هاي صحيح فيها نوع من انواع القلق والتوتر ولكن ممكن تكافأ فيها برج الحوت طبعا اهم اشي ان القمر بما انه لسه ما زال في البيت الثامن لالك فبدك تتجنبوا اي شراكم مالي وتحاولوا انك تتفحصوا حساباتكم المشتركة واموركم المالية التزاماتكم احاولوا انك تخففوا من النفقات قدر المستطاع ما تغامروا ماليا نهائيا بهاي الفترة صحتكم او صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية في ساعات الظهر الاجواح رح تتغير تماما فرح تنشطوا في امور الها علاقة بالاتصالات البعيدة تحاول مع اجانب امور الها علاقة بالسفر يوم مناسب لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان من ساعات الظهر طبعا ممكن تبدأ اليوم عمل او دراسة جديدة ممكن تناقش اليوم بقوة وذكاء وتتجرأ على اي شيء ممكن اليوم انك تتجرأ وترفض اي شيء ما بناسبك كمان اهم شيء انك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك اكثر اي فترة انت بلشت فيها اليوم ثلاثي شهر مستمرة فترة مناسبة لخوض التجارب الجديدة وحتى لامور السفر هيك وفي النهاية قبل من انتهي من حلقتنا يا ريت اللي ما حط اللايك يحط اللي ما كتب كومنت انه عجب الحلقات يكتبها عنده انتقاد يكتبه حاب يسب علينا يكتب بده يحط ديسلايك يحطه المهم يعني خلوا فيه شوية نشاط بالقناة لانه اللي حسب اللي انا شايفه من القنوات الكبيرة طبعا اللي المشاهدات عندهم بمئات الالاف كلهم بالفترة الماضية قاعدين بشكوا نفس الشكوي انه ما بتوصل يعني احنا بننشر الفيديوهات ولكن الفيديوهات هاي ما بتوصل للمشتركين على القنوات او يمكن انتو من الاشخاص اللي ما بصلكوا انه تبليغ انه نزلت الحلقة ففي منكو نسبة كبيرة اللي بتدخل بتدور على الحلقة عشان تسمعها فاذا ما بوصلك هاي اشعارات ياريت تكتب لي عشان نتبين احنا من ضمن القنوات هاي ولا لا ولا اني انا متأكد انه اهم من ضمن هاي القنوات تلقائيا لانه هم ما ببعثوا فعشان هيك من قلكوا لازم يكون في نشاط على القناة دين ادخل اسمعوا لما تكون فاضي بس عساس انه ما يتوقف اليوتيوب عن ارسال الاشعارات لا لك في النهاية بشكر كل الاشخاص اللي بيحاولوا يدعموا القناة ان كان بانتساب ان كان حتى رغبتهم انهم بدهم ينتسبوا بس ما عندهم امكانيات برضو شكرا للكم اللي بيحاولوا يعني يوجهوني ببعض الاقتراحات برضو شكرا والداعمين من وراء الكواليس شكرا للجميع هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة